في خبر بارس ظهر على الساحة محتاج أشارك حضراتكم فيه ألا وهو الخبر كالآتي التسوية والتحكيم الرياضي مركز التسوية والتحكيم الرياضي يقضي ببطلان انتخابات التحاد المصرعة والسكواش انهار الخبر وهشرح لحضراتكم بالتفصيل عن حكم بتجربة المقصة عشان السادة المشاهدين والمهتمين برادة يعرفوا يعني مركز التسوية والتحكيم الرياضي مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري كرر ببطلان إجراءات الجماعية العمومية للتحدي سكواش والمصرعة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان الانتخابات اللي أجريت في الجماعية العمومية طيب يعني إيه مركز التسويق التحكيم الرياضي قانون الرياضة الجديد هو إيش جديد هو بقديم يعني خلاص يعني 2017 رقم 71 لسنة 2017 القانون الرياضة اللي تم إصداره في 2017 هو رقمه رقم 71 إيه اللي حصل في قانون الرياضة قانون الرياضة أسس أسس مركز التسويق التحكيم الرياضي على غرار محكمة الكاس في اللجنة اللونبية الدولية اللي هي محكمة الرياضية الدولية الكاس اختصارها الكاس مشرع القانون قال إن إحنا محتاجينها من مركز تسويق التحكيم الرياضي على غرار اللي ينشئ في اللجنة اللونبية الدولية عشان نتجنب اللجوء لمحاكم مدنية تفاكرين قصة محاكمة دانية وده داخل حكومي والقصص دي كلها اه كان من باب احسن انه قالك طب خلاص يا جماعة انا هعمل مركز تسويق التحكيم الرياضي تم انشاءه طيب هو تابع لمين تابع للجنة اللمبية المصرية ودي احد النقاط يعني اللي محتاجة جدال شوية فيها جدال في طيار بيقول كده وفي طيار بيقول كده هقول لكم ايه الطيارية مركز تسويق التحكيم الرياضي تابع للجنة اللمبية المصرية وفي اواق كتير جدا بيبقى فيه خصوم مختصمين للجنة اللمبية المصرية نفسها فطبعا في طيار بيقول ده هنا فيه تضارب وفي طيار بيقول لا الدنيا تمام يعني المضوع ده طبعا لا احسن مني بينظروه ولكن انا بنقل لحضراتكم الرؤية العامة دلوقتي في مجال الرياضة او الدنيا ايه في الرياضة طيب ايه هنا مركز تسويق حكيم الرياضي في الدور الاول هنا فيه ده مقر لجنة اللمبية المصرية اللي مشوفه في الصورة ده مقر لجنة اللمبية المصرية قلعة من قلعة طبعا الرياضة المصرية وحاجة قديمة وقلعة يعني من اوائل اللجنة اللمبية في المنطقة كلها في الدور التاني في اللجنة اللمبية فيه مركز تسويق تحكيم الرياضي تايمة تمام نرمين فريق ما عضو مجلس ادارة بكتبة مركز تسويق تحكيم الرياضي يقضي ببطلان طبعا الانتخابات طيب هنقول حاجة هنقول مركز تسويق تحكيم الرياضي القصة. القصة بتيجي فيها ازاي. انا شايف ان ليه حق. بروح مركز تسلسوية التحكيم الرياضي. بقول له بعد اذنك. انا برفع دعوة. وبختار محكم. ما بنقولش عليهم قضاء. طبعا كل الاحترام للقضاء. ولكن هنا في مركز تسلسوية التحكيم الرياضي بيقال عشان هو تحكيم فيقال عليه محكم. هي كده يعني دي المصطلحات. ففي لستة اللجنة الانبية عم حطها. وعشان تختار اللستة دي من المحكمين اللجنة الانبية لها آلية بتختار بيها. ورئيس اللجنة الانبية المصطلحة ورئيس مركز تسلسوية حكيم الرياضي بصفته. وطبعا دي برضو من النقاط اللي فيها بعض الجدال. وكان اتكلم عليها دكتور أشف صبحي وقال لك عايزين يبقى فيه اكتر يعني شفافية لا. طب فيه كذا في استقلالية. يعني الموضوع يعني ايه مطروك للبحث والحوار المجتمعي. ناس افضل مني واكثر مني علما هيفتوا طبعا في هذا الموضوع. بس انا بدل لحضراتكم الصورة. طيب انا بخش ارفع دعوة باختار محكم هيئة التحكيم يتبقى ثلاثة. زي ايه زي اي محكمة. فبخش اختار محكم. انا كراجل شايف اني لايه حق. بقعد سداد الرسوم. بالمناسبة رسومه مرتفعة جدا. مركز تسلسوية حكيم الرياضي من احد النقاط اللي فيها جدال ان رسومه عالية مرتفعة. بالالفات يعني رسوم مش قليلة يعني مش اي حد يستطيع انه يدفع هذه الرسوم. فانت بتدفع الرسوم وبعاكد تختار محكم. من ضمن برضو الامور اللي محتاجة برضو النظر. ان انا راجل ممكن يكون معي حق ولكن ليس معي من الاموال اللي قدر يعني ارفع دعوة بعشرين تلاتين اربعين الف جين ما عايش. فبرضو دي من ضمن الحاجات اللي محتاجة نظر. الله اعلم برضو هيحصل في تعديلات قانون الرياضة حاجة بخصوص طيب انت بتروح تختار محكم من اللستة طبعا ليهم الية معينة الاختيارة السادة المحكمين. وبعد كده بتبعت الدعوة لخصمك. الخصم بيجي يختار محكم من اللستة. يبقى عندنا اتنين محكمين. الاتنين محكمين بيحصل بينهم جلسة يختاروا مرجح. اللي هو بيبقى رئيس الهيئة مرجح. بيسمى مرجح ده بيبقى رئيس هيئة التحكيم. طب ليه عشان يضمنوا الاستقلالية. محكم تبع او يتبع لأحد. ومحكم يتبع لخصم. وال اتنين محكمين بيجلسوا مع بعض ويختاروا مرجح. المرجح ده بيتفق عليه. هو بيبقى محاق. يعني مفروض يعني بحكم البتاعة بيبقى محايد. هو محدش اختاره اللي اختاروا الاتنين هو جاي ينزلوا القضية. الهدف في مركز التسويق التحكيم الرياضي هي الانجاز العادي. بسرعة. ما ناخدش وقت. هي جلسة اتنين تلات ارباع حكم. بدليل اهو. الانتخابات خلصانة من شهرين ما سنة او شهر ونص في حكم بالبطلان. لو رحنا القضاء المدني قد تأخذ اجراءات اطول خاصة القضاء الاداري. بيروح للجنة المحكمين. لجنة الفتوى. وبعد ما بترجع تاني. يعني بتاخد لها سنتين تلاتة في القضاء الاداري. يعني الهدف من انشاء امريكا تسويق هو الانجاز في الفصل في الدعاوة. طيب بعد ما بيتاخد حكم. خلاص انا رفعت وقلت ان عندي ليه حق وخدت حكم. طيب هنا فيه مش حكم. بقى اسمه قرار. اسمه قرار. قرار عشان كده بيقولك هوا. قرار مركز التسويق التحكيم الرياضي. ليس حكم. حكم بيبقى تابع لها محكمة موقرة. ولكن قرار بيبقى تابع لهيئة التحكيم. وعلى فكر المحاكم الاقتصادية بتدار بنفس الشكل. مراكز التحكيم الاقتصادية بتدار بنفس الشكل. ده مبدأ عام في العالم كله. وهو التحكيم. اللجوء الى التحكيم. طيب. خلاص انا خدت حكم. هنا بقى الحكمين دول. هينفزوا؟ لا. لسه فيه اجراءات تانية. اجراءات تانية متشبكة ببعض بقى. هل القرار ده هينفز؟ لا. مش هينفز. مش هينفز ليه? لان لسه فيه اجراءات تانية. اجراءات تقاضي. طيب. اجراءات تنفيذ ويه؟ عشان تنفز هذا الحكم. لازم يوزيل بصيغة تنفيذية. الصيغة التنفيذية اللي هو الاكلاشية اللي بيتاخد حتى فيه الاحكام العادية في المحاكم طبعا المصرية العظيمة. بيتاخد حاجة اسمها صيغة تنفيذية. مركز تسويق التحكيم الرياضي لا يعطي. مش من سلطته. ولا يستطيع انه يدي. ويدي اكلشي صيغة التنفيذ. ودي من ضمن الحاجات اللي برضو بتأخر تنفيذ الاحكام. طيب. هل ينفع ان حطله يبقى هو صيغة تنفيذية؟ لا. القانون المصري يمنع ذلك. يعني انت عشان تقول مركز تسويق التحكيم الرياضي هو اللي يدي صيغة تنفيذية؟ لا. ما ينفعش. طيب. انا اخد الحكم. عندي طريقين. اللي اخد الحكم عايز ينفس حكمه. فبينتظر تسعين يوم. بينتظر تسعين يوم. اللي اتخذ ضد الحكم عنده طريقين. يا اما بيروح. محكمة الاستئناف المصرية. يقضي ببطلان هذا الحكم. يقضي ببطلان اجراءات الحكم. يا اما بيروح يرفع دعوة في نفس مركز تسويق دعوة استئناف. وهنا برضو فيه كلام كبير. ازاي ارفع دعوة استئناف في نفس المركز اللي انا اخدت منه الحكم. هي دي النقطة بقى اللي فيها كلام. انا لما باجي مثلا اخد حكم في احد المحاكم مثلا زي القضاء الاداري. باخد من الادارية وبعد كده بروح للادارية العليا. محكمة تانية خالص. هي اللي بتنزل من جديد وتشوف انا معايا حق في الحكم الاولية. بتنزل قانونا يعني. انما ما بروحش نفس المحكمة او لا انا بستقنف عندك. او نفس المركز. لا ما بيحصلش كده. طيب الامور ماشية ازاي? عنده طريقين الاتاخد ضد الحكم. يا يروح يستقنف في مركز تسويق تحكيم الرياضي. في دايرة محترمة بتنزل دعوة الاستئناف. او بيروح محكمة الاستئناف. ومحد يشدر يمنع اي حد يروح محكمة الاستئناف. بالملاسبة ليه? برغم انها محكمة مدنية. هنا الكلام. برغم ان هي محكمة مدنية. مدنية. طب هنا بقى الايه? الكونفليكس. انا راجل ليحتي في التحادي بتقول لي ما تروحش محكمة مدنية. وانا لما بتاخد ضد حكم. اتطريت اقلجأ لمحكمة الاستئناف وهي احد المحاكمة المدنية. طب مين? انفاهمين القصة? طيب. هنروح بعد كده. في قصة ده بالنسبة لمركز تسويق تحكيمة. طيب انا رحت محكمة الاستئناف. رحت محكمة الاستئناف جوه مركز تسويق تحكيمة الرياضي. رفضت استئنافي واييدة الحكم. طب هل انا اقدر روح اخد صيغة تنفيذية? برضو لسه فيها كلام. برضو في لغة قانوني مشانا اللي اقدر اتكلم فيه. انا بقول لكم الصورة. طيب ناحية تانية في حكمة الاستئناف. لو رفض الاستئناف بتاعك. اوتوماتيك بتاخد الصيغة التنفيذية. لان اللي بيت الصيغة التنفيذية هي محكمة الاستئناف. فخلاص هي اصدرت حكم بتأييد حكم قرار التحكيم. بتروح بتقدم بيطلع المسودة الحكم. بتقدمه الالية العادية بقى للسادة المحامين. بياخد اكل شيء تنفيذ الحكم. طيب تنفيذ الحكم مين ينفذه لك? بحدش عارف. زي ما انا بقولوكوا كده بالزبط. بحدش عارف. يعني يعني حدك لو اخدت الحكم عليه صيغة تنفيذية. روح تلجنة اللي بيت. قولك انا مش جاهز تنفيذ احكام. حدك روح تلوزارة نفس الكلام هيتقال. هيقولك والله دي انا يعني مش جاهز تنفيذ احكام. طيب مين ينفذ الحكم? هنا فيه لغط كتير جدا. لغط كبير جدا. الحكم اللي انا اخدته من ملكة السادسة حكيم الرياضي. مين? هينفذه لي. هي دي بقى الدنيا. هي دي القصة. طيب. هنروح بعد كده على السكة التانية خالص. طيب واحد لقى ليه حق. قال لي يا جماعة ليه حق? الانتخابات دي ما ديتنيش حقي. انا عايز اخي حقي. ليه بقى سكة تانية ممكن يبتديها من البداية تماما. يروح محكمة القضاء الاداري. ويقول يا جماعة انا بلزم وزارة الشباب الرياضة كجهة ادارية. جهة ادارية. انا عايز الزم بحكم ده الجهة الشباب الرياضة. اللي هي الجهة الادارية. القانون ثبت ان الجهة الادارية بالاحكامه. ان الجهة الادارية المسؤولة ماليا ويعني اداريا اللي يسبت ده او اللي قال ده القانون انها الجهة الادارية المسؤولة عن الهيئات الرياضية مليئة وإدارية طيب روحنا مليئة وإدارية لمحكمة القضاء الإداري بعد إذن حددك الديني حكم بتقعد فيه سنتين ثلاثة بتاخد حكم بتروح للإدارية العالية بتاخد بعد إذن صغة تفزية على طول يعني أنت ممكن من البداية تاخد سكة تانية خالص مع القضاء الإداري طيب فيه حد يقولك لا ما حد يقولك لا ده القانون المصري بيلزم لك لا أنا بكلمكم على تجربة شخصية ليه أنت بتروح للقضاء الإداري بتروح يا جماعة والله يا جماعة أنا عايز حكم أشايف حقي ومنحقك لأنت تلجأ لقضيك الشرعي وبتاخد حكم يبقى عندك سكتين القضاء الإداري يا مركز تساوك مركز تساوك التحكيم الرياضي سكة طويلة جدا مش سهلة عشان تنفس حكمك القضاء الإداري أيضا بياخد وقت فيه إجراءاته القانونية وفي الآخر برضو بتاخد صغة تفزية هنا محتاجين تعديل لقانون الرياضي والنهار ده فيه كلام بيحصل وفيه حوار مجتمعي في مجلس الشورى وعشان يتلاشوا كل الأخطاء اللي حصلت في نتطبيق القانون وده طبيعي جد بعد ست سنوات أو خمس سنوات من القانون بيبان بعض المشاكل في تنفيذه بعد ما بتشوف هذا الموضوع بيبتدي يعدله قانون الرياضي باختصار أشرح لحد أرقم يعني ايه قرار مركز تساوك التحكيم الرياضي اللي احنا بنتكلم عنه وإيه يعني حل اتحاد اللي يترقين امشي فيهم وده باختصار هو مركز تساوك التحكيم الرياضي فيه تعديل قانون الرياضي احتمال كبير جدا محدش عار فيه حاجة مطروحة أو فيه حاجة مطروحة هل هتمس هذه المنطقة أو مش هتمس المنطقة دي لا زي برضو بند الثمان سنوات للاتحادات الموضوع ده برضو فيه كلام كتير جدا هل نحط بند الثمان سنوات ولا نحط أنا أتكلم عن الاتحادات الاتحادات فيه اتحادات دولية إذا اتحاد السلة بيلزم الاتحادات الأعضاء أن يحطوا بند الثمان سنوات فيه اتحادات كبيرة تقولك لا ما تحطش بند الثمان سنوات فهل ده مطروح للجمال الموية هل ده حق أصيل للقانون المصري أن يحطه أنا رأيي الشخص يعني أنه حق أصيل أن يتحط أنا حر أنا يعني أحط في الاتحادات البنود اللي عايزة في القانون ولكن أنا بقول يعني فيه طبعا أكيد فيه كفاءات وفي خبرات تستطيع أنها تحكم في هذه الأمور أكتر مني ولكن أنا أقول لكم السورة السورة ماشية إزاي والأمور ماشية إزاي نتمنى إن شاء الله أن كل الأمور دي تتحل والأمور دي تبقى واضحة منذ البداية